الرحمة باب الخيرات ومنارة كل القنوات يحفظها الخالق منهاجا وسراجا نحو الجنات وسراجا نحو الجنات يحفظها الخالق منهاجا وسراجا نحو الجنات لإني حين أعشق شعر قلبي أذوب بما أحبك فاشربيني وضميني لقبر هواك عشقا فما عاش الفؤاد بلا منوني وإني ما عاشقت الشعر إلا لأجل هواكي فاحتضني جنوني أيها السادة أهلا بكم من هنا من قناة الرحمة الفضائية من إحدى بقاع الوسطية والاعتدال في العالم كله كنا دائما وما زلنا بواسطيتنا كمن هو في أعلى الجبل يره الناس أجمعون ويشاهد الناس أجمعين أهلا بكم من قناة تضرب بتاريخها في جذور تاريخ الإعلام العربي أهلا بكم من قناة استحقت الصدارة عن جذارة في قلوب محبيها ولم تكتفي بذلك بل استوطنت ونقشت وحفرت على جدران الأفئدة قائلة بعبارة تكتب بماء العيون ممنوع الاقتراب فهذا وطني أهلا بكم في الرحمة السبق والريادة بارئ هذه بدئن أسعد الله صباحكم ومساءكم على اختلاف التوخيتي بالنسبة لكم أنا ما كنتم العالم نحييكم بتحية الإسلام والسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم في الإطلالة الجديدة الخاصة بقناة الرحمة التي تليق دائما بالرحمة التاريخ والرحمة الحاضر والرحمة المستقبل رحبوا معي في بدء هذا اللقاء وفي صدارة هذه الحلقة المباركة بأصحاب المكان ولا أقول الضيوف فأنتم تحفظونهم جيدا وتعرفونهم جيدا رحبوا معي بضيوفي لفاضل فضيلة شيخ أحمد صباغ من السادة الأزهراء الكبار ومن الناس كده اللي تكلمك عن سيدنا النبي بحب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أحد السادة المحبين ونور عم الشيخ أحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كل عام وحضرتك بخير ومبارك لنا جميعا هذه الإطلالة الطيبة للقناة الرحمة من صادقة بإذن الله تعالى اللهم أمين رب العالمين سيدنا الشيخ إبراهيم الوزان المدرس بكلية القرآن الكريم جامعة الأزهر برع طنطة أحد السادة الأزهراء الكبار الأكابر الذين استوضع الله كلامه في صدورهم سيدنا الدكتور الرهيم منورة المكان وعساة الزمان منور الله يبرك فيك منور بيك وبالإخوة المشاهدين وبالأحباب الكرام أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون فتحت خير وبركة اللهم ورزق وستر من الله عز وجل لنا وللأمة جمعاء اللهم أمين اللهم أمين تانية خاصة لكل السادة المشاهدين ونحن في هذه الأيام الطيبات وكذلك أيضا بهذه الإطلالة الجميلة من قناة الرحمة وللسادة القائمين على هذه القناة وعلى رأسهم الأستاذ محمود حسان السيد المدير العام ولكل السادة الزملاء من البرامجيين والإداريين والفنيين ولكم جميعا أيها السادة فأنتم النجم الأول اسمحوا لي بأن ندعم مسامع السادة المشاهدين مع ضيوفنا الأفاضل هنا في كيفة نهواء سيدنا الشيخ أحمد والكلمة من عندكم يعني لو اسمح سيدنا دكتور إبراهيم أنا أشهد الله أن أحبه في الله دكتور إبراهيم الوزان وهو وزان محمد الشاعر هو شاعر أنا بقى صباغ عملي في النص مش عارف ربنا يرفع قدرك بمركد صلى الله عليه وسلم سيدنا قناة الرحمة بخصوص هذه القناة بما تحب أن تدائب مسامع السادة المشاهدين بداية أعوذ بالله السماء العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء ودائما صلى على الحبيب البكي طيب فالصلاة على الحبيب مسكن وطيب الصلاة على الحبيب شمس لا تغيب الصلاة على الحبيب شفاء ولكن بلا طبيب بالصلاة على الحبيب تدعو وربك يستجيب ومن صلى على الحبيب أبدا لن يخيب وإذا ما ضقت بالعيش الكئيب فبادر بالصلاة على الحبيب فما صلى الحزين عليه إلا أتاه الفرج القريب فسمعونا الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم وقالك على سيدنا النبي المبارك صلى الله عليه وآله وصحبه الرحمة كفى بها فخرا من اسمها إنها الرحمة فالله عز وجل رحمن رحيم سيدنا النبي نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم كتابنا القرآن كتاب رحمة ديننا دين رحمة ونحن في قناة الرحمة فهي رحمة من الله عز وجل قال تعالى ورحمتي واسعة كل شيء أسأل الله أن يجعل قناة الرحمة رحمة دي الخلاصة أسأل الله أن يجعل قناة الرحمة رحمة فنبارك للقائمين على القناة وعلى رأسهم حبيبي وخوية الأستاذ معمود حسان مدير عام قناة الرحمة ونبارك لكل القائمين على قناة الرحمة وكل العاملين ونبرك للمشاهدين انطلاقها جديدة ان شاء الله ونقول ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين وبعدين قناة الرحمة قناة الوسطية القناة التي تأخذ المرجعية الازهرية المرجعية الوسطية التي تحب البلد وتحب مصر اسأل الله عز وجل ان يحفظ هذا الوطن وان يحفظ مصر من كيد الكائدين ومن شماتة الشامتين وان يجعل مصر في ضمانه وامانه الى يوم الدين اللهم امين فانا ابرك لنفسي كمان وجودي في قناة الرحمة عايز اقول بالبلد كده والناس حبابي اللي بيشوفونا مع الدكتور ابراهيم الوزان المحترم انا لا استحق ان اكون في هذه القناة انا بقولها خلف الهواء انا لا استحق ان اكون في هذه القناة لان انا اقل من هذا بكثير الله يبارك لك يا دكتورنا ولكن هذا تدبر الله توفيق من الله دعوة الناس الصالحين اسأل الله عز وجل ان يرزقنا الاخلاص والتوفيق والسداد والقبول اللهم امين فربنا يبارك في القائمين على الرحمة نبارك لنفسي وابارك القائمين وابارك المشاهدين وان شاء الله فاتحة خير وان شاء الله تكون شاهدة لنا لعلينا وبإذن الله اسأل الله ان يجعل قناة الرحمة سبب نجاة لنا يوم القيامة ولمن تسبب فيها وللقائمين عليها وللمشاهدين وللعاملين ولمن يؤمن على هذا الدعاء وأن يجمعنا الله بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله ودائما صلى على الحبيب ألبك طيب صلى الله على سيدنا صلى الله عليه وآله وصحبه الله يحفظك دكتورنا دكتور إبراهيم سيدنا دكتور أحمد يعني حيج علينا المشاعر كده في صدر كلامه بالصلاة على حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه صلى الله عليه وآله وصحبه وعجبني تعبير كده ساقه دعب بما سمعنا على مستوى الشخصي كمان قناة الرحمة رحمة من حيث وحضرتك بقى فيلسوف كبير أبوة وجود العزف على أطار القلوب يعني يعني القصر هنا في عدد الكلمات لأنها عبارة فيها بلاغة يعني ضمت معاني عدة في هذا بقى لو عايزين بقى بلغة المفسر الفيلسوف يفسر كلام الجماعة الأصليين طب نقول بسم الله والحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومصطفاه يعني في البداية أنا هقول ثم أما قبل الله أكبر هقول ما فعش أما بعد ثم قبل فعش نكلم بعد البداية أنا أريد أن أهنئ القائمين على هذه القناة نعم جميعا وهنئهم جميعا القائمين على القناة وأهنئ العاملين في القناة وأهنئ المتابعين للقناة صحيح هذه انطلاقة جديدة بسوب جديد انطلاقة جديدة بمعنى كلمة جديدة الله وبسوب جديد بما تحمل الكلمة من معنى ولأننا نتحدث أنا عن قضية هل فعلا هذه الانطلاقة انطلاقة جديدة أم لا سنتحدث عنها الآن لكن أنت يعني عزوتني إلى مصطلح الرحمة الله طيب السؤال بقى لحضرتك الرحمة بالتالي المربوطة ولا بالتالي المبسوطة لا وأرجو من أخي المشاهدين يتابعوا معي الرحمة تا عليها نقطتين المبسوطة عشان الناس المشاهدين المبسوطة فرحانة يعني طيب أنا عندي كلمة الرحمة لو نلحظ في القرآن الكريم أحيانا نحن نتكلم عن رسمها يعني عن رسم الكلمة ولها ظلال على معنى القناة يا السلام الله لأن الأصل هو معنى لغوي الله ومعنى قرآني تكلمت شوانا بقى نعم أحيانا ترسم كلمة الرحمة بالتاق المربوطة الرحمة اسم قرآتنا بالتاق المربوطة بالتاق المربوطة تمام وما ينفعش تكتب اللي بالتاق المربوطة إيه رأيك بقى صحيح صحيح وأحيانا كلمة الرحمة في القرآن الكريم تكتب بالتاق المبسوطة مبسوطة مفتوحة والفرحانة ورحمة ربك إن رحمة الله مثلا نعم رحمة فتجد رحمة مكتوبة بالتاء المبسوطة مبسوطة اللي هي التاء العادية والتاء المربوطة اللي هي التاء العادية مبسوطة اللي هي المفتوحة اللي فيه المفتوحة عشان نوضح للسادة المشاهدة هذه لها ظلال وإحاءات في الرسم المصحفي وهذه لها ظلال وإحاءات في الرسم المصحفي ما ظلال وإحاءات رحمتنا؟ ولما نعرف هذه الإحاءات والظلال نعرف ليه كنطر الرحمة بالتاء المربوطة طب تفضل يا سيدنا بقى عرف حينما نأتي بكل السياقات الكرآنية اللي فيها رحمة بالتاء المبسوطة نكد أنها رحمة مطلقة بلا حدود المبسوطة إن رحمة الله قريبة من المحسنين أي رحمة المغفرة ولا التوبة ولا الرزق ولا العطق رحمات كثير لذلك رسمة بالتاء المبسوطة المفتوحة اللي هي المفتوحة هذا المصطلح مصطلح عند علماء عصر مصحف مصطلح علمي عند علماء وانا احترم المصطلحات العلمية فالتاء المبسوطة اللي هي المفتوحة إذا رسمت في موضع من القرآن الكريم دلت على الانفتاح على كثرة العموم والشمول والعموم والشموم المطلق الذي لحدوده لا لكن إذا كانت الرحمة نوع واحد من رحمة الله عز وجل فتربط الله كانها قيدت بشيء معين نعم يعني النبي صلى الله عليه وسلم رحمة وما أرسلناك إلا رحمة رحمة مرسوم التالي إيه؟ مربوطة النبي صلى الله عليه وسلم رحمة واحدة من رحمات الله وللنبي كل الرحمات رحمة وحيدة وعلى ذلك كل رحمة ربطت في القرآن الكريم تدل على أنها نوعا واحد تمام وقناة الرحمة هي أيضا رحمة بالطاء المربوط لتدل على أنها رحمة من رحمات الله عز وجل في مجال من المجالات العلمية الدينية الشرعية المسؤولية عظيمة دكتور إبراهيم نعم مسؤولية عظيمة نعم لابد أن تكون متخصصا لابد أن تكون وعيا لابد أن تكون فاهما لابد أن تفهم النص ثم تفهم تنزيل النص ثم تفهم الواقع ثم تزهل تسقط يعني تعرف كيفية تنزيل النص على الواقع الله الله فالرحمة كما هي رحمة الله سبحانه وتعالى هي مسؤولية على عاتقنا العاملين بالقناة والمؤدين في القناة والدعاء بالقناة والمعلمين والمربين بالقناة والقائمين على القناة ورحمة أيضا للمشاهدين من القناة أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون رحمة وأن تكون بداية خير اللهم أمين يا رب العالمين الله الله فإحنا بالتقال مربوطة لأننا نوع من أنواع رحمة الله نعم لأننا نوع من أنواع رحمة الله نعم سيدنا الشيخ أحمد وفضلتك ما شاء الله يعني من أستاذ العلماء المنفحين كده اللي تحس إنهم اليوم حال كده ووصلك كده اتهيالك لا يا سيدنا ما شاء الله يعني لما يكون كده داخل ويتكلم من باب الحب عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وربنا يوضع القبول فأكيد لده أسرار ولده يعني الاسلوجة بتاع القناة أو الشعار بتاع القناة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله وسلم فتحاول القناة حتى في ربط منهجها الاستدلال كما أشار فضيلة الدكتور الآن بالنص الكريم بشئ من رحمة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وده بيأخذنا لأيه سيدنا فكرة الدعوة بأسلوب سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هل إحنا عموما بتكلم بقى خارق إطار الرحمة عموما نعاني من هذه القضية فكرة مهارة الدعوة فن الدعوة نعم أسلوب سيدنا النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم طيب لو عندنا مشاكل هنا إحنا بقى هنا نصح حزاي صلى على الحبيب صلى الله عليه وصحبه وسلم لابد أن تكون الدعوة برحمة نعم بحب بمهارة نعم بتوفيق وتأييد من رب العالمين ده مرتبط بالإخلاص التفق والتأييد ادعو إلى سبيل ربك ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنات وجادلهم بالتي هي أحسن هي أحسن ودايما بقول الدكتور أورهيم معايا دايما أقول هناك فرق بين العلم والإعلام كم من عالم كبير جهبز لا يوجد التعامل مع فن الإعلام فالكاميرا دي تريد منه فن رقي أنت تخاطب العامي قبل المتخصص تخاطب الجاهل قبل المتعلم تخاطب الصغير والكبير تخاطب الجماعة اللي في النجوع والأرياف واللي في المدينة داخل مصر وخارج مصر خد بالك أنت بتخاطب الدنيا كلها فكون ربنا سبحانه وتعالى يختارك يا دكتور أورهيم وبعدين تتبوأ مكانة أنت تدعو إلى الله على مستوى العالم عبر هذه الشاشة الطيبة المباركة في مكان مسموع ومشاف في مكان مسموع ومرئي فده دي نعمة كبيرة أوي نعم ومسؤولية على عتقنا سقيلة جدا تجعل الإنسان قبل ما يمطأ الكلمة يبلورها ويدرسها يحسس على الكلام يحسس وبدقة لأن أنت عامل الدعاية إلى الله عامل زي الدكتور الجراح اللي بسك مش رط فممكن الجراح لو قطع حاجة غلط يموت المريض فعيز دقة متناهية في التعامل مع المرضى مرضى مين؟ أصحاب الزنوب وكنين أصحاب زنوب كله بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت السيدة عائشة وضي الله عنها ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا هو اختر إيسرهما مش اليسير منهما ده هو بيجيب اليسير مع بعضه كده ويختر الإيسر دكتور إبراهيم يقولك أفعل تفضيل يعني يعني أكثرها تيسيرا سيدنا النبي إلا اختر إيسرهما لم يكن إيسما فإن كان إيسما كان أبعد الناس عنه صلى الله عليه وسلم فأنا منهج الرحمة وهذا هو منهجي وهذا هو ما حببني في هذه القناة إن أنا أدعو إلى الله بالحكمة وبالرحمة وبالسهولة وباليسر هو ده اسمه بقى تجديد الخطاب الديني محتاجينه نهار ده التجديد أنا مش هجب دين جديد ولا أجب منهج جديد لا 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 خالص التجديد هو ودائما دي قعدتي بقولها بقولها دائما دي بقول إيه تجديد الخطاب الديني هو الإتيان بالنص بلغة العصر مع الحفاظ على الأصل الله 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 تاني بقى الإتيان بالنص بلغة العصر بلغة العصر مع الحفاظ على الأصل على الأصل يعني أنا أجيب النص الموجود وأسقطه على الواقع بتاعنا دقل إبراهيم بلغتنا بقى أقوله مرة بلغة الفلاحين مرة بلغة أهل المدينة مرة بلغة الشباب أيوة مرة بلغة الفيسبوك بلغة السوشيال ميديا ما هو ده لازم تطرق هذه الأبواب ما تبقاش متجمد إن الله يبعثه على رأس كل مئة سنة من يجدد للأمة أمر دينها أمر وليس دينها آه أمر بص فالتجديد هو إيه الاجتهاد هو الإخلاص هو التوفيق فعايز أقول ادعو نحن ندعو إلى الله في الرحمة برحمة تلك هي الخلاصة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فتلك يعني نعمة من ربنا سبحانه وتعالى وربنا يرزقنا الإخلاص والتوفيق والسداد والقبول ويجعلنا أهلا للرحمة ويديم علينا هذه النعمة ولا يحرمنا من شرف الدعوة إليه سبحانه وتعالى برحمة اللهم أمين رب العمين دكتور إبراهيم التجديد وهذا وطر سيدنا الشك أحمد عزف عليه مسبقا وكأنه خطف الكلام من قلبي قبلها خطف صباغ التجديد يا سيدنا يعني لن أتطرق إلى مسألة التجديد الديني بشكل واسع ولكن دعنا على أقل تقدير نلمس جانب التجديد الديني مع مراعاة الأدوات المنهج فيسبوك الآن تويتر الآن أنا أتحدث الآن إلى الشباب مثلا من مكان ما بلغة ما بطريقة ما في الآخر بلاقي فبوة بلاقي واحد يطلع يقول أي كلمتين بلاقي بسط ملوش أي أساس من الدين ولما عملتش كذا مش عارف عجلك من من الليل في المنام يخنوك أو من يخطفك يودك عند الديب السحلاوي وتلاقي جاي مش عارف مليون وعشر مليون وصول وقل ما أن تجد شيئا فيه نفعا منتشر العوار ده بقى المسؤول عنه الناس اللي هتفضل وقفة وتقول لا هو الدين كده ولا إيه يعني هو الشيخ أحمد يعني ساقى إليك الكلام فزنقنا ودبسنا وعلى فكرة الشيخ أحمد ألهمني بالسؤالين طيب هو أنا عايز أقول التجديد وليس التشديد التجديد وقضية التجديد يعني أنا أرى أنها قضية فريضة دينية فريضة وضرورة اجتماعية فريضة فريضة دينية وضرورة اجتماعية حقيقة يعني حينما نكون بين الفريضة والضرورة يعني الحديث الذي قاله سيدنا الشيخ أحمد هو حديث رواه أبو داود نعم والحجم في المصدرك وصحاحه كثير من العلماء يعني نعم إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل قرن من يجدد لها دينها دينها هذا هو اللغة وإن كان المشتهر وإن كان المشتهر أمر دينها لكن هو دينها هذا النص يعني من يبعث من هذه أحيانا أنا أرجو يعني نحن ننتبه هل التجديد يكون بالفرض أم بالمؤسسة ده سؤال مهم جدا طب سيدنا قبل أن نجعب على هذا السؤال أيضا في جزئية هنا عايزة وقف عندها فكر تجديد دينها هو فيه فرق بالتجديد دينها طبعا بالتجديد الدين طبعا عشان مثل الناس مقاش في لبس الدين الدين الذي هو فيه ألف ولم للتعريف دي الدين معنى احنا عندنا الوحي الوحي المنزل والوحي المؤول ماشي الوحي المنزل والمؤول الوحي المنزل الذي أشار إليه شيخنا الشيخ أحمد صفاغ حينما قال النص بلفظه نعم والنص والوحي المؤول اللي هو الأسلوب اللي بول بيعرض به تمام فأنا عند الوحي المنزل النصوص الكوريونية لا تتبدل ولا تتغير نعم إنما كيفية الأفهام ممكن مع الأزمنة تتغير بضوابط نعم إزاي بقى إزاي لا أنا فهم أنا عندي أمور ثابتة وأمور مارنة أوضح أكتر عندي أمور لا تتغير ولا تتبدل في الدين وأمور يمكن أن تتغير وتتبدل نوضح ما هو أمر دينها ده الفكر الإسلامي أنا فهمت فكرة طلعت مفهوم في ضوء النص لكن ليس هذا مراد الله يعني تفسير القرآن الموجود الآن ليس تفسير مراد الله إنما هو أفهام للعلماء في ضوء النص بشروط وأدوات واجتهدات طب بس أرجع نقطة بالضبط اللي بير فيك أرجع نقطة المهمة أنا عندي ثوابت لا تتبدل ولا تتغير نعم وثوابت تتغير وعند أمور تتغير عفوا فهم هذه النقطة يجعلنا حينما نقول التجديد في أي شيء يكون التجديد وفي أي شيء لا يكون التجديد ما هو إحنا الآن بنرى فرقتين فرقة عايزة تجديد في كل شيء وفرقة عايزة تشديد وعدم التجديد في كل شيء نحن في الوسط إيه هو بقى الوسط بقى ما ده ما إحنا الوسط ده كلمة في التفاضة ما أنا عايزة فهمها عد معي الأمور الثابتة التي لا تتغير ولا تتبدل ولا تتجدد بتجدد الأزمينة والأمكينة والأحور الأشخاص عد معي العقائد هل يجي ممكن إيه آياتي في يوم الأيام وقول ما تجي يا جماعة نجدد موضوع الإيمان بالملائكة نغيره نطوره هل ده يتغير شيخ عمالك؟ لا ما تجي نجدد موضوع الإيمان باليوم الآخر مش لازم يا سيد إيمان من الآخر ما تتنزل عنه ده فواب وقوله لا إذن العقائد العقائد المتفق عليها من أقدة المتفق عليها هذه لا يمكن أن تتبدل أو تتغير أو نقول نجددها ده حتى الحديث واحد ديس ضعيفة جددوا إيمانكم بقول لا إله إلا الله جددوا بقول يعني عيدوا الكلم نعم يعني أنت مؤمن قل لي إله إلا الله كده جدد مش معناها أنت إيه يبقى العقائد هل يمكن أن نعيد نظر فيها؟ بس خلاص اتنين العبادات العبادات الصلاة كما ركع الزهر كما ركع في الصلاة هو أربع ركعات من ألف سنة بعد مليون سنة طب إيه رأيك الوقت نحن فعلنا في عصر السرعة ما تخليه ثلاثة أمور توقفية ما تخليه ثلاث ركعات طب أنا فاضي ما تخليه خمس ركعات الفجر يا عم إحنا نمقصحين بدري إذا ما عبادات توقفية نعم إذن هذه العبادات لا تتغير طب إحنا شهر رمضان السادة جاي في الصيف نحرك ما تخليه نزوقه شهرين ثلاثة نقول له لا إذن أمهات الحج ليه نخليه ما نأجله ما نأجله عشان لبعض كورونا مثلا إذن العقائد العبادات لا يمكن أبدا إيه نعم الاختراب منها وضحت كده نعم وضحت أمهات الفضائل والأخلاق الصبر خلق إسلامي مش خلق إسلامي خلق إسلام طب هل ممكن يأتي في يوم من أيام نفكر فيه من غيره ومن يعيده مش لازم الصبر هذه الأيام الإحسان الإتقان الإخلاص إذن هذه الثوابط لا يمكن أبدا أن تبدأ الغير تمام ممتاز تعال خش على ما يدخله التغيير أو التجديد الوسائل زي اللي احنا نتكلم في دي الوقت أضرب لك مثال أضرب مثال السبح السبح والذكر الزكر مقصد ولا وسيلة لا الذكر مقصد أحسنت المقصد لا يتبدأ ولا يتغير لكن الوسيلة تتغير طب أنا مقصد الذكر يا أيها الذين أم نسكول الله ده مقصد لابد أن يكون موجود لا يتبدأ ولا يتغير طب وسيلته أنا ممكن أسبحها الأصابع أفضل ممش ستشهد لي طب ممكن أجيب هنا هوة حصة حصة 33 وعمك سبحان الله سبحان الله ماشي سبحان الله نقلت ولا مشيك عمد نعم وسيلة طب الحصة دي ممكن تقع مني ما جيب حبله واربطهم ببعضهم هي دي السبحة اللي بقوله عليه بقى ربطتها بدأت تتطور إلى سبحة نعم السبحة بدأت تتطور إلى الوقت عداد اكتروني عداد نعم إذن الوسيلة ثابتة هو الذكر المقصد ثابتة هو الذكر إذن أقول ما يدخله التغيير الوسائل نعم وما لا يدخله التغيير المقاصد نقدر من هنا نقول إن برضو في ظل تجديد قناة الرحمة أي وقت في هذه المرحلة تجديد الوسائل آه تجديد الوسائل مع الحفاظ على المقاصد المقاصد نعم مع الحفاظ على النص نعم الله يمري فيك سيد نعم ومن ضمن الوسائل أيضا الأدوات التقنية والفنية والتطوير في أداء السادة والأدائية والصورة والشكل وأن نجمع بين الأصالة وبين المعاصرة نعم لا تقديس جنحي طائر يا دكتور لا تقديس آه ولا تبخيس لا تقديس مطلق ولا تبخيس ولا تبخيس لا الله نعم نعم سيدنا الشيخ أحمد حبيبي يعني دايماً السادة المشاهدين كده يحبوا يتفرروا على الشيخ أحمد عشان النفسية تهدف تتفضل يا سيدنا أنت الاسم حدك الشاعر حدك شاعر لا هو الاسم الشاعر الشاعر يعني العائلات في اللقب اللقب اسم العائلة الشاعر الشاعر لكن من حيث الشاعر كان نفسه عرفقتم شاعر بس أنا غلباني لا إن شاء الله قادم قادم ربنا يرضى عننا شاعر قادم شاعر قادم شاعر قادم اه ايوة نعم هو متواضع سادة المشاهدين كده عايزين يسمعوا سيدنا الشيخ أحمد الصباغ عشان بيحسن هو بيطبطب عليهم والله ايوة فعلا والله صح بعدين بيطبطب عليهم من مدرسة سيدنا النبي مش قادم بطبقه خلاص فهو أخذ الباب الجميل ده ومكمل فيه وده يسفيه على طول ما تقولنا بقى الأهداف الجميلة في المرحلة اللي جاية كده عارف أنا ما بقعد دكتور إبراهيم أدرس شخصية سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وصلى على الحبيب قلبك من حيث الدعوة إلى الله أنا باتوه باتوه شوف سيدنا النبي لا باتوه باتوه مع النبي تدوب ماشي أنا محب بالسيدنا النبي قوي صلى الله عليه وسلم فلاقي سيدنا النبي يجيله الراجل يقول له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لي في الزنة وإن كده الحديث في مقال فسيدنا النبي يقول له أترضاء طب إنت هات واحد من الدعاة دلوقتي إلا من رحمة ربي تحست يا سيدنا أنه ترباهه حليقوي عارف يا سيدنا أيو بتوع التربية بتوع التربية احنا نؤمن مش نحس كمعانا احنا نؤمن بزي بتوع التربية يجوا يعدوا قدام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا النبي بقى لم يسجر الرجل ولا يقول له أترضاه لأمك أخضره لخي أمي ألم أيوة 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 وشف معاوية بن الحاكم السلامي لما شمت العطس في الصلاة نعم وبعدين بجعل الصحابة ينظرون إلي فقلت وفاك لأمي يعني فسيدنا معاوية بن الحاكم السلامي بأبي هو وأمي ما رأيته معلما قط أفضل من رسول الله فما كهراني ولا زجراني ولكن قال تلك صلاة هي للتسبيح والذكر فيما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني فلا يصح فيها شيء من كلام الناس يا السلام وبعدين في بعض الروايات الرجل يقف على باب المسجد ويقول الله مرحمني بقى الرجل اللي بال في المسجد بال في المسجد يا جماعة واحد دخل الجامع خات جنب كده من المسجد وخلص لو واحد حصل النهاردة أي نعم المسجد ده يما كان حصل وطلبه بتاع بس برضو ياخد نفس الحكم وهادست المسجد فايجي الصحابة النبي يقول لهم لا شوف شوف الطبطبة يا جماعة الدعية جرح لازم بقى جرح ماهر وشوف النقلة النبي نقالوا بسرس بسرس وقول لهم ايه لا تزرمو السلام لا تقطعوا على أخيكم بولاته الله 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 سيبوا الرجل يخلص بمزاق واخد بالك النبي يا عطي والصحابة النبي والرجل بقى شغال مع نفسه كده وسيدنا نبي بقول لهم ايه تقطعوا على أخيكم بولاته والله العظم لو اقفلوا على كلمة ده اللي والنهار ده يا سيدنا سد بالله أنا عايز اعمل رسالة كده وانا برنامج يسمونها تقطعوا على أخيكم بولاته حتى سيدنا النبي خايف يرعب الرجل وده بقى العلم الحديث يقول لك ان الخضة او الفزع بتاع البول اعزكم الله يعني الاحرجة في الدين ده بتؤدي الى مشاكل طبية جسيمة جدا صحيح فالنبي يقول لا تزرمو صحيح فيلا الاجائز ده الكده ولا بتاع او ذنوبا مما ووي سيدنا النبي يا دكتور ابراهيم مد القاعدة هي دي قاعدتي بقى فانما بعفستهم ميسرين ولم تبعثوا معسرين اللهم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم شوف سيدنا عبدالله بن عمر لما يقول كانت الكلاب تأتي وتروح في مسجد رسول الله وما كنا نروش شيئا من ذلك مش كده يا دكتور ابراهيم حصل صلى الله عليه وسلم شوف له النبي صلى الله عليه وسلم لما يجي يقول على حمرة طائر صغير كده سيدنا عبدالله ابن مسعودي يقول لك كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وحديث في الصحيح في سفر الحمرة دي عمل زي صفورة أو حمامة صغنونة كده وبعدين قام النبي صلى الله عليه وسلم لقضاء حاجة وإز بأحدنا يقوم ويأخذ فرخي تلك الحمرة الولدين الصغنانين ولد الطائر مولدين صغنانين كده فتيجي الحمرة يعني عارفة سيدنا النبي تعريشه وتفريشه على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم تلفح عن النبي صلى الله عليه وسلم وتحمل الصوت عالية وتقول لأولاد يا رسول الله فسيد النبي يفهمها يا أخي صلى الله عليه وسلم الله أكبر ويقوم كده أقولي من فجع هذه في أولادها قوموا وردوا فجع اللفظ بص 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 قوموا وردوا إليها الصوتية هنا بقى ده لأصدفة جحر وحمرة يعني صفورة شوف سيدنا النبي يتعامل مع حبيبي يا رسول الله مع الأطفال شوف سيدنا أنس يقول كان لي أخ اسمه أبو غمير أبو عمير كان معها أصفورة صغيرة اسمه نغير صغنونة كده يلعب بيها ومهتم بيها فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يا السلام على الحنية والجمال عايزين نركز على الأطفالنا والأجالي الجديدة في الدعوة إلى الله وبنادي على أهل الرحمة والمقيمين على القناة عايزين نعمل برامج للنشأ والأطفال دي مهم جدا فسيدنا النبي يقول له يا أبو عمير ما حاله نغير النبي وما أدرك من النبي الجمال ده خذ يا أبو عمير في مرة من مرات النبي معدي لقى سيدنا أبو عمير الولد الصغير قاعد عاية خير يا أبو عمير قال له مات النغير يا رسول الله حقير ما هو بالنزبير النغير ده حياته يا جماعة طفلك اللي في البيت يا دكتور إبراهيم اللعبة بتاعتي بالنزبير ده حياته ما تعملوش بعقلك انت لا انزل انت العقله فسيدنا النبي لقى عاية تعرف سيدنا النبي يعمل ايه حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي يعود كان بأبي عمير كده ويعود يوسيه ويهزر معاه عشان يخرجهم الجو اللي هو فيه عشان زعلانة على الوصفور وعارف لو حد عمالها النهاردة شوف الراجل المجنون ويمروا يمروا على النبي وقعد مع أبي عمير يمروا عليه سيدنا مباكر وسيدنا عمر وأسيادنا يا رسول الله ايه معادك هنا عارف النبي يقولهم ايه بكل وضعه صراحة يقولهم مات النغير فجلست لقواسي يا أبا عمير صلى الله عليه وسلم اقول ليه في النبي محمد عشان كده بقوله كندايف في النبي بصراحة احنا محتاجين نذاكر شخصية النبي كدعاء كدعوة إلى الله يقولهم المخطئ طبعا ليه يقولهم العاصي يقولهم ربنا يغفر الله يقولهم الحيوان يقول من سقى كلبا يقولهم الله 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 امطط الأذى عن الطريق صدقة يا الله حاجة بص سيدنا النبي ما حصلش ولا هيحصل بس احنا لو ماشينا ورا خطوات سيدنا النبي كدعاء وكمتابعين وكمسلمين وكملتزمين وشوف كل الدنيا تمشي ورا النبي هتكسب خيروا الهدي هديوا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصلى على الحبيب قلبك يا طيب مش قادر أقول في النبي صراحة اللهم طيب كلبنا بالصلاة والسلام على الحبيب المختار صلى الله عليه وسلم أحبك الله والزان هو والزان يصبخ الجلسة بصبغة طيبة الله يصطرق الله يصطرق أنا مسعيد لوجودي بين رافدي الله يصطرق يعني هما الأساس الله يحفظنا رافدوا من القرآن من روافد القرآن وآخر من السنة يعني ماشي حاجة بعد كده ماشي حاجة بعد كده الله يصطرق وبعدين بقى فهم وبعلم وبحب فتاخد كده المعلومة من أسيادنا الله يصطرق فتجعل من الليمونة الملحة كأنها عذبا أو شرابا عذبا سلسبيلا بص يا دكتور حمد بحبتك دكتور إبراهيم عايز أقول لحضرتك الكلمة الطيبة صدقة الكلمة الطيبة لها مفعول السحر في القلوب ويا سلام يا حبثة لو اندمجت الكلمة الطيبة بابتسامة رقيقة نعم الابتسامة أكثر طريق نعم أكثر طريق أكثر وأسرع وأسهل طريق إلى القلوب نعم هي الابتسامة تبسمك سيدنا النبي مناسعيهش برضا صلى الله عليه وسلم في واجه أخيك صلى الله عليه وسلم ان صح هذا الكلام من دكتور إبراهيم لما أحد الناس رأى رؤية ومش مجالها من باب الاستئناس لأن أسنانه وقعت من فمه فذهب إلى أحد المؤولين قال له بس خربت بازت صوت ولطم ولز ايه خير قال له أهلك كلهم سيموتون ما هو قال لك بقى الدرس مش عارف هيه والسن من باب الاستئناس فالراجل طلع بقى يا خراب يصوت ويعيط وخربان الدين فقال له خير قال له ده قال لي والله ده كلهم قال له طب تعالى بقى فيه واحد ايه ده بقى عالم بقى عالم خير قال له أبشر قال له أبشر ايه قال له أنت أخر أهلك موتك الله راهب فرح ما هي ايه قال له طب أقول لك مش خير بيت تعالى مجي مكمل المية من أعلم أهل الأرض فدل على عالم شوف كلمة عالم ده بقى عالم يعني عنده ايه عنده فقه الدعوة الدعوة إلى الله ده فقه الدعوة إلى الله ده مهارة نعم فقال له ومن يغلق في واجهك باب التوبة حصل يا دكتور نعم وتاب ومات في الطريق شوف ده وده بكلمة بكلمة تنقل الناس من الذنوب إلى الطاعة صحيح سيدنا وبكلمة نعم تؤدي حياة الناس حياة كملة حياة كملة تتوقف وتنتهي وتستمر وتنجدد بمعيار كلمة نعم الله يفتح لي كم شكرا الله يسترك سيدنا دكتور إبراهيم حول مأدوبة القرآن الكريم الحديث اللي كنت سألنا فيه وانتقلنا منه عشان لأخونا المشاهد التجديد هل التجديد بالفرد ولا بالمؤسسة أيوة نعم بالفرد ولا بالمؤسسة نسينا هذا السؤال وانتقلنا لأخونا طب سيدنا علمنا الله كامل نعم نحن لما نلحظ تاريخ الأمة السابق نجد إن واحد مثل الإمام السيطة مثلا لما سجل أسماء المجددين سجل فرد واحد من يجدد لها أمر من يجدد لها ديناء ماشا وكانوا يسجلوا فرد واحد من أول سيدنا عمار بن عبد العزيز وقعدوا يسجلوا منهم كان مثلا إمام البلقينة ومنهم الحفظ العراقي كذا أفراد يعني أفراد أشخاص لكن في الحقيقة هل الآن ده سؤال بقى بطرحه على حضراتكم وعلى المشاهدين بمناسبة قناة الرحمة في ثوب جديد أو في طور جديد هل التجديد في العص الحديث فردي أم مؤسسي؟ طيب بما إن حضرتك طرحت السؤال أسمح لي بقى نتناوم معك الإجابة نعم فضل دكتور رحمد موجود نظرك أنا عايز أسمع الدكتور الأول الله يرضى عنك الله يرضى عنك هناخد بقى إجابة حاجة أحتيك أنا أرى في هذه الأيام أننا نحتاج إلى عمل مؤسسي إلى عمل مجمع فقهي نعم زي هيئة كبار العلماء لأن الأمر أصبح دلوقتي في تطورات حديثة نعم فشخص واحد ربما أنا أرى والله أعلم ما أعرفش الكلام الصحي أو إيه أنا أرى أن شخص واحد لا يتحمل المسؤولة السقيلة دي إلا إذا كان بقى هبة من الله سبحانه تعالى إنما العمل المؤسسي أضمن أنا أقول كده أضمن ويبقى خبرة أخر وأشمل وأعلم وأشمل وفي تعاون نعم أرى والله أعلم من وجهة نظرة أنا بقى والتي لا خيمة أرى على الإطلاق أرى أي واحد كده إن الموضوع نسبي وأوزئي نعم الجانب المؤسسي مهم جدا 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 عشان الجوانب السيدنا الشكح ما أشرح لها الآن حتى لو أكرر الكلام وجانب الفرد بس بشرط الثقافة الثقافة دي كلمة بسيطة لكن تحتمل معاني كبيرة كتير جدا يا سهيدة نعم نعم الثقافة الثقافة في الحتة بتاعته والجوانب اللي محتاج يتخدم عليه بها نعم فأنا شايف إنهم جناحي طائر لكن الجناح الأكبر شواء المراضي المؤسسي المؤسسي فدا لا سهيدة طيب هو بالنسبة للسابق كله كانوا بياخدوا واحد صح؟ أه لكن لا نغفل أن هذا الواحد كان موسوعيا في زمانه الله وهذه الموسوعية الآن يعني الواحد ده كان مؤسسة كان مؤسسة موسوعيا نعم طيب أنا الوقتي النص هو اللي بيحركني من يجدد؟ من هذه العلماء استخدموها في أن في أن تستخدم في الفرد في الفرد لكن القرآن يستخدمها في الفرد وفي الجماعة نعم ومنهم من يستمع إليك واحد من يستمع نعم ومنهم من يستمعون إليك جماعة نعم إذن إذا كان المجدد قديما واحدا في الحقيقة هو كان مؤسسا يعد الأمة كان موسوعا نعم أما الآن لصعوبة لصعوبة الموسوعية لأنه أصبح الآن التخصص عميق تخصص الدقيق عميق نعم الآن التخصص الدقيق عميق فأصبح أصبحت الموسوعية صعبة لكن ممكن يكون موسوعي في إيه في مجريني في تخصص دقيق أو عميق في مجال نعم ومن ثم ينبغي الآن أن نفهم التجديد بفاهم جديد ألا وهو أنه ينبغي أن يكون موسوعي مؤسسيا منوعا يعني مؤسسا منوعا نعم من كل الفلول التجديد كان القدامة ينظرون إليه في أمر الدين لكن التجديد أمر دينها الفكر كله نعم لابد أن يكون هناك تجديد في مجال التربية ما ده من الدينها والتجديد في مجال الاقتصاد ما ده نعم والتجديد في مجال الدعوة ما ده نعم نعم والتجديد في مجال العلم والإعلام والإعلام والتخصصات خاصة من الإعلام الدعوي والإعلام الدعوي فكذلك كذلك الحركة في الدعوة والتحرك والانتشار الحركة بركة بطبط نعم 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 فيلسوفا نعم نعم الفرد جزء يعني الدكتور إبراهيم يقصد إيهاب أن فرضا نظرية معينة أو طرحة أشياء معينة يعرض في مجالة في التفسير في مجالة طب في الطب في مجالة صداقة وضحت كده لكن المجدد المؤسسي الموسوعي ده مش موجود خلاص صعب صعب الآن وجود دلني وليدلني أحد يا دكتور محمد هيجمع الطب والهندسة والاقتصاد والشرع والفن ليس موجودا ليس موجودا إمتى عايز وقت تأديه دكتور نعم نعم صلى على الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم يعني عشان بس السؤال اللي كنا طرحنا يعني نعم نعم فضل سيد سيد نادة الشيخ أحمد برنامجنا بقى فيما يتعلق بحضرتك في الفترة القادمة خليني كده أخذ من حضرتك بقى زي ما بقول في لغة الصحافة سابق نعم عندنا موضوعات ممكن نتكلم فيها ايه او اتجاهات ممكن نتكلم فيها ايه حضرتك دائما أهل للسق ربنا حافظك يا سيدنا ودائما أسيادنا قالوا لنا كلمة والله دكتور إبراهيم كلمة جميلة عجبانا قوي قالوا أخذها مني هيا ليست العبرة بمن سبق إنما العبارات بمن صدق الله 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 صدق كم من الصحابة عشوا الصحابة علمونا السبق ايه السبق اي نعم وان شاء الله بقى اعلمنا وكانتنا رحمه غراه مش هيبقى السبق الصدق في السبق الصدق في السبق و جئتك من سبق يقين مع حفظ المقامات مع حفظ المقامات سيدنا سليمان له مقامه نعم والهد هد له مقامه له تخصصه يعني شوف قاله جئتك من سبق بنبأ يقين يعني عند اللي مش عندك مع حفظ المقامات صحفي ماهر كان عندنا استاذ في كلية الاعلام في السنة اولى اول معلومة قال لنا شيخ احمد الدكتور ابراهيم قال لنا انا عايزك تبقى زي اول مراسل صحفي في التاريخ احنا عدنا نفكر بقى ونجمع وبعدين قال على فكرة مسموح تسرشوا على جوجل فقعدنا نسرش بقى انا اول مراسل صحفي في التاريخ نسرشه عشان الناس نبحث نبحث نعم يعني اعمل سرش نعم ده انت كده جبت الايه جبت المصدر يعني عرب اللغة الانجليزية الآن عربها اه فالنومة يا سيدنا عادنا نبحث قال اللي هيجاوب هياخد ميتين جنيه كنا الطلبة فقولة جامعة وقتها عادنا نبحث عشان نعرف وناخد الميتين جنيه هو استاذنا الدكتور حمد طه كامل الاتحاء والحب والتقدير اليه دكتور حمد كان فترة كلها كلها على حسابه انا لم اقبله اول مرة اسمه ده هو موسوع لكن هو الان هو هكذا مجدد في مجاله فالمهم قعدنا كتير فترة طولة نفكر نفكر نتب مين مين ونبحث مش لقين فامقعد كده نزل من على الستاند كده وامقعد كده مربع على الارض قالونا يا وله اول مراسل صحف في التاريخ بالنسبالي هو الهدهد اللي فتصت سيدنا سليمان انا عامل حلقة باسم معبرش 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 بخبر ده عبر بنبأ بنبأ شوف بقى الفرق بالنبأ وخبر حتى بالصحاف جملة بكلمة يقين يعني رغم ان نبأ لوحدها كافية وشوف العبرة اللغوية والبلغية شوف معلومات كتيرة في نص سطر وجئتك من سبأ بنبأ يقين ودي بقى اسمها الصياغة الإخبارية المهرية بقى انتو اخباري شافر ارجعش من الحلقة بتحت بقى تفضل يا سيد ايه جديد عندنا الفترة اللي جايه؟ شوف يا سيد احنا برنامجنا على قناة الرحمة برنامج اسمه القصص الحق بيدور حول القصص القرآن انا بقى اعمل ايه في القصص القرآني لاني ده بحب هذه المنطقة وربنا يكريمه رسول الحمد حسان بالاتفاق معاه اخترنا هذا العنوان واخترنا هذا المجال بعد ما عملنا انسانية الرسول وعملنا مع الحبيل اه بصراحة اه بصراحة فيه باركة فقال لي بص انا عندي القصص الحق حطك فيه وقلت له توكل على الله ده منطقتي فعلا فضل الله عز وجل نعم فبمسك القصة الحقية دكتور ابراهيم انا من النوع اللي بحب ايه اه اجيب الآيات مش هنقوله بقى القرآن لا تكرارة فيه هم بجيب القصة الوردة في القرآن زي قصة الخليل ابراهيم مثلا وبجيب كل اللقطات الوردة بحطها جنب بعضها عشان الصورة تكتمل بعيدا عن القرآن استاذ المشاهدين متعودين معنا بعيدا عن القرآن القرآن له قدسيته وله مكانته عارف اللعبة بتاعة الاطفال اسمها البازيل باللغة العربية اسمها ايه بقى التجميع تجميع يجيب شجرة يا دكتور ابراهيم او يجيب عربية تهم حاجة عشان تكتمل الصورة عبارة على المربعات ولاخبطلك المربعات دي ويقولك كامل الصورة لو مربع واحد ما جاش مكانه او جزئية واحدة ما جاش مكانه الصورة ما تكتملش صحيح هكذا انا عملي في القصة الحق ممتاز بامسك كل القصة على مدار القرآن الكريم يا دكتور ابراهيم سقطها على الواقع وبغض منها بقى العبر والعزل النكات اللغوية والبلاغية الجميلة البسيطة مع بساطة التوصيل المعلومة مع البساطة بعيش كأنها قصة بعمل لهم مسلسل سيناريو وحبار ودراما او الله بجد لان المحسس شدنا جوه الحدث اللي شاهد مش هيحس هذا هو القصص الحق هو ده القصص الحق طب القصص الباطل اعزال الله منه فيه القرآن كصص باطل اه ايه طبعا اه طبعا اه لا انا افعث لا 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 مثلا ده يقولك زي ايه اه اتيناه اياتينا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغلوية رجل باطل لا قصة حق لكن الرجل كان على باطل يقصد يعني انا باع شغلك يعني دكتور لكن يعني ده قصص حق فيه قصص باطل اه الاجابة لا مفيش قصص باطل ما نحس احوال احد الباطل يقصد يعني لا نقصد ان ايه احوال احد الباطل يقصد يعني مثلا ما اقولك ونبيا من الصالحين نعم فيه نبي مش من الصالحين لا لا من الصالحين ويقتلون النبيين بغير حق نعم هل فيه قتل النبيين بحق لا لا الاجابة هنا هي الاجابة هنا نعم هي ايه بقى ان توصيف الحال تأكيد وبيان الواقع ليدخله مفهومه خلفه نعم يعني ايه كلام نعم كلام علمي ده محتاجين عشان دكتور بقى اكاديمي بقى لا ده مش بعيد عن اكاديمية ده محتاجين عشان نفهم بيه القرآن نعم يعني لما اقول قصص الحق كلمة الحق توصيف ووصف وبيان لواقع القصص في القرآن ليس له مفهوم مخالفة إنها حق نعم ولا يوجد تقاطع هذا رجل طويل خلاص ما فيش ما يجيش الجانب يقول يعني انا اصير لا ما ينفعش ليش دعوه بيان الواقع اي نعم لا يدخله مفهوم المخالفة نعم يعني لما اقول مثلا حضرتك شيخ لا يعني انا مش شيخ نعم ما فيش نعم صح اسكتها بقى في البيوت لما واحد يقول له اللي زوجته مثلا ايه ده فلانة مرات صديق ده طبخة مهيرة ما فيش تقول له يعني انا مش بعرف اطبخة يا بنتي بيان الواقع هي هتقوله بالنسبة لدي المثال ده هتقوله كده بس هو من زكاو ما يقوله هاش بيان الواقع بيان الواقع وتوصيف الحال نعم ليدخله مفهوم مخالفة نعم يعني ما اقول نبيا من الصالحين ما تقولش في النبي مش من الصالحين لا كله من الصالحين ده توصيف واقع حصل نعم ان كل نبي ارسل كان من الصالحين ويقتلون النبيين بغير الحق نعم كل نبي كتل بغير حق كان بغير حق نعم لما احدى النساء ادعت النبوة فتلعبت بهذه بالالفاظ كده فقالولها ايه وخاتم النبيين قالت ولم يقل وخاتم النبيات برضو لا يقتضي المخالفة فالقصص الحق يا دكتورنا تجميع القليلة التي كلها حق القرآن كله حق الله تبريك فيه القرآن كله حق وقد مرحبتك نعم وابقف مع اللومة كانت نعم 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 والنكات البلاغية الجميلة يعني كنت بتكلم مثلا في الحج الفرق من البيت والمسجد الله الطائفين الركعين السجود يعني اللو ما سبحان الله بتجد دكتور إبراهيم ان بعد البحث ما تلاقي الكلمة دي ما ينفعش كلمة غيرها على مستوى اللغة كلها الكلمة اه الكلمة الحرف اثقلتم إلى الأرض يولا دينا ما نقول لكم إذا كذا الدلالة الصوتية فلت اثقلتم اه وبعدين ايه مثلا سأنبيك بتأويل ما لم تستطع هذا تأويل ما لم تستطع ألم أقل ألم أقل إنك ألم أقل لك فما استطاعوا فما استطاعوا هي دي بقى القصة اللي ايه سبحان الله الله فأرادنا أن يبدي لهما فأراد ربك يريدوا أن ينقض ليه الإرادة هنا نسبها لله نسبها إلى نفسه مثلا كتب عليكم ما قالش كتب الله مثلا إيه وأن أنا ندري أشر أريد 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 أم أراد بهم ربهم كتب ربك هو ده بقى حاجة من أسليب الأدب هو ده بقى ده سبحان الله مش الكلمة ده الحرف الحرف الشكلة الشكلة والله الشكلة يا دكتور يعني كنت بذكر كده أو بقرأ في فكرة كده صوتها في القرآن انت شوف تقولي الحرف الكلمة أيوة نعم ده انت مثلا عندك هدد وهدمة نعم يعني الهد والهدم نعم نعم الصوت الأقوى الدل ولا الميم القلأ شوفوا القرآن الكريم استخدم الهد مع ايه والهدم مع ايه في صورة وتخر الجبال وهده وتخر الجبال وهده مقالش هدمة مقالش هدمة مقالش هدمة ولما جيه صورة الحج لهدمت لهدمت صوامع صوامع وبيعون صلوات ومساجن لأن البيت والمسجد والصوامع استخدم معها الهدم مش محتاج القوة الله واحد لو ممكن الهدم كمان يقتضي طول الزمن يعني مش هيه ده مرة واحدة إنما الهد ده الهد يعني إيه وهذا سر حرف مش كلمة وبقف مع مسميات الصور ترتيب الصور ترتيب النزول ونفسه هنا يتعاون معي ونعمل إيه ونعمل تفسير بترتيب نزول الآيات والصور هو مجهود مجهود موجود بس لم يكتمل المصحف اللي موجود بين إيدينا دلوقتي ده بترتيب مش ترتيب النزول ده بترتيب سيدنا جبريل صحيح ده دكتور في العرضة الأخيرة ضع الصورة دي مكان دي إنما نعيز ترتيب بنزول الصور الأحداث يعني يبدأ بإقرأ ويختم واتقوا يوم أنتوا رجعون فيه إلى الله أتمنى هذا ده بس عايز جهد يليت دكتور الجماعة الأكاديمين الأبحاث والماريس يتعاونوا مع بعض هو في نقطة أسل هو القرآن نزل وأنزل نزل وأنزل مرة واحدة وبعدين فهو أول مرة يعني بين النزول وبين الإنزال النزول هذا أول مرة كان عشان نوضح للسلة لمشاهدين يعني هو القرآن نزل ثلاث مرات في برنامج الأول أدعو أخواننا الكرام لمشاهدة القصص الحق هو الأول من يشاهده يعني حتى نتعلم من خصص القرآن برنامج حضرتك هو البرنامج اللي موجود الآن كان في رمضان برنامج أسرار الذكر الحكيم الآن بقى الآن المستخدمي الآن البرنامج الموجود في رحاب القرآن الكريم برضو نفسه في رحاب القرآن اللي برضو أخونا برنامج حمود الله كريم يعني هو مما نشارك معه في اختاري الاسم هو ثلاث ألفاظ فيه ورحاب القرآن طبعا الرحاب من الرحابة وكان هذا اللفظ يعني كنت أقصده متعمد لأن القرآن رحب وفيه سعة نعم ولن تستطيع أن تصل إلى يعني صبر أغواره لأن القرآن كما تعلمون يعني معين لا ينفت يعني هتوصل الناس فيه إيه لفكرة برنامج نفسه عبارة يعني عبارة عن أن نعيش مع معنى من المعاني القرآنية كيف تحدث القرآن عنها يعني الذكر كيف تحدث القرآن عن الذكر العبادة من العبادات من منظور القرآن من منظور القرآن فقط فقط وتأتي السنة خادمة نعم تأتي السنة دور السنة مع القرآن تشلس معك بقى السنة يعني مفصلة وشارحة كما تعلمنا مفصلة موضحة شارحة تقيد المطلق تخصص العام ده دور السنة مع القرآن الكريم فالفكرة كلها تتلخص في أن المسلم يعيش مع القرآن بروحه يعيش مع القرآن بقلبه يعيش مع القرآن بكيانه أفر يتدبرون القرآن الله يبرك فيك بالضبط أسلح إحنا عندنا القرآن أنزل لمقاصد من مقاصد إنزال الله للكرآن أن يتدبر العبد القرآن نتاب أنزلناه إليك مبارك له يا رب ليتدبره وكراية أبو جعفر لتدبروا آياته فكان مقصدي مع الجمهور لذا كان بخطب الجمهور كلهم لجال ونساء وشباب وعوام ومتخصين ففكرة البرنامج عبارة عن نأخذ معنى تكلمة دكتور إبراهيم جوبت على سؤال لسأخذتها يسأله بس يلا يلا أي خدمة بقى شد المعنى من المعاني مقصد من المقاصد عبادة من العبادات ونتحدث قعدة قرآنية ونتحدث عن حديث القرآن عنها هذه الفكرة تعتبر فكرة فيها تجديد جميل إيه التجديد اللي بقى إيه التجديد اللي فيه عنه هي نوعا من أنواع التفسير يعني لما نجي نقصها قياسا علميا هي لونه من ألوان التفسير بالنمج هذا لون ألوان التفسير التفسير كان معروف قادما إما تفسير إجمالي الآية أو المقطع الآية أو المقطع ويفسره المفسر تمام أو تفسير تحليلي ويقف المفسر مع كل كلمة وكل جملة وكل حرف وكل آية ويستخرج ما فيها حسب الطاقة المستطاعة زي القرطبي كده بشرا القرطبي سيدنا شيخ الشعراوي نحسبه على أي مدرسة يا سيدنا الشيخ الشعراوي هو أقرب إلى الخواطر رضي الله عنه وأرضاء وكانت له لمحات وكانت له نظرات سرقبرة فيوضات وفيوضات طبعا ونفعات فيه عندنا مدرسة في التفسير المدرسة رحمة الله في مدة منهج المفسرين من الموادية التي تدرس في كورية قرآن الكريم وفي أقسام التفسير منهج المفسرين قسمين تفسير بالمأسور وتفسير بالرأي صحيح تفسير مأسور أن يفسر القرآن بالقرآن وأن يفسر القرآن بالسنة بما ورد أو بقول الصحابي أو قول طبيعا مأسور مأسور وهذا التفسير جده قليل قليل جدا بضاعته قليلة قليل يعني الورد فيه قليل لما أصلا الحاجة خد بال حضرتك كلما بعدت عن زمن النبوة كلما كانت الحاجة إلى التفسير أكثر وأكثر التفسير اللي هو الإضاحة والبيان اللي بتفسره في سطر عايز صفحة يعني النبس يفسر القرآن عشان ما يقفلش باب لإجتهاء صبعا خرجتونا عن البرنامج يعني في عصر النبي صلى الله عليه وسلم لم يفسر النبي الكرآن كابلا نعم وهذا من رحمة الله حتى لو يغلق باب الابتهاء ما هو أسل النبوة لو فسر لا قدامه طريقين مش توقف فقط قدامه طريقين نعم إما أن يفسر القرآن بما يناسب عصره وبالتالي التفسير يناسب عصره هيبقى تفسير نعم وجيز نعم مش كده وله إيه هيبقى قليل وما أهلي لغة هيبقى تفسير قليل وبالتالي هيجمد كما كلتم نعم طب ولو فسروا بما تحمل الآية ومن كل الاحتمالات ومن كل الوجوه العقول في وقت النبي لا تطيق وضعت المسأد ولا أك نعم يعني لو فسر الآية وطلع لإعجاز العلم والإعجاز العدد والإعجاز الطبي نعم نعم فترك لكن النبي فسر ما نحتاجه فسر العبادات والأحكام نعم صلى الله عليه وآله ما نحتاجه إليه كمهام في وقع الأمر دكتور فتفسير الشيخ الشعروي يدخل في تفسير الرأي مش تفسير مأسور وهو الرأي الرأي ده على النوعان رأي المحمود يعني تفسير كرتوبي ودي يمكن معلومة للناس جديد تفسيرهم بالرأي رأي المحمود الألوسي تفسيرهم بالرأي الرأي المحمود ابن عطية تفسيرهم بالرأي تمام؟ الرأي تفسيرهم بالرأي الرأي ده نوعان في رأي مزموم اللي فيه بقى المذاهب والمدارس تفسير الزمخشرة نفسه وأن كان فيه اعتزال وتفسير بالرأي لك طبعا كلمة الرأي بتخلي بعض المستمعين يخاف يعني ايه بالرأي؟ رأي منضبط بالقرآن والسنة وأدوات اللغة وأسباب النزول نعم سيدنا إذن أيها السادة الحديث ماتع وشائق اللي هي بالعمال المصرية شائق يعني حسين حدي فكر شائق يعني شائق ولا حاجة مع أسيادنا الأفاضل فالتفسير قديما كان تفسير مجمل أو تفسير تحليلي أما البرنامج الذي أقدمه يعد من باب التفسير الموضوعي وهو لود جديد في التفسير أن يأخذ موضوعا في القرآن ويتتبعه في القرآن كيف تحدث القرآن عنه ويضع له عناصر في ضوء حديث القرآن سعدت بوجودي معكم في هذه الفقرة سيدنا الدكتور إبراهيم الوهزان وسيدنا الشيخ أحمد الصباق تحيط لحضرتكم سعدنا بك والمشاهدين صلى الله عليه الصلاة والسلام أصلاة طيب كلبنا صلى الله عليه الصلاة والسلام كان هذا مرسي الختاب لا أجمل ألذى عنوان في هذه الفقرة أيها السادة نحن أبقل بالوضيوفي مرة أخرى من الحب والتقدير والإعرفان والامتنان أيها السادة ما زلنا نتواصل معكم وبكم في هذه التغطية الخاصة حول تجديد في قناة الرحمة من حيث الوسيلة وصورة فعلا طليق بالمشاهد الكريم كنوا معنا الرحمة باب الخيرات ومنارة كل القنوات يحفظها الخالق منهاجا وسراجا نحو الجنات يحفظها الخالق منهاجا وسراجا نحو الجنات وسراجا نحو الجنات ترجمة نانسي قنقر